بسم الله صلاة والسلام على رسول الله نواصل حديثنا عن الميمبراين تكنولوجي ونتكلم في هذه السانحة حول أنواع السريان الميمبراين يمكن أن يكون لدينا نوعين من أنواع السريان يمكن أن يكون لدينا الكروس فلو ولدينا ال dead end filtration system في الكروس فلو بيكون السريان موازي للميمبراين وبيكون هناك ضغط رأسي بحيث أننا نتحصل على السائل والمواد الصالبة بتجمع في السطح وتسحب مع سريان الموائع هذا النوع من إيجابياته بأنه يمنع تراكم المواد الصالبة وبالتالي يقلل من الفاولينج ال dead end في هذه الحالة الفيد فلو مع الpressure بيكون في هذا الاتجاه وتتجمع المواد الصالبة على السطح بينما نتحصل على ال permeate من الأسفل مع الزمان تبدأ تتراكم هذه المواد الصالبة بما يعيق عملية السريان إلى أن يتوقف لكل إيجابياته وسلبياته الشكل حقيقة هو عبارة عن scanning electron microscope pictures عبارة عن صور دقيقة جدا مأخوذة بأحجام قد تصل إلى up to 50 micron لممبران وبتوضح ال structure لأنواع مختلفة من الممبران at different levels فلدينا هنا الفايبرس filtration system حيث كل هذه الخلاء كل هذه الألياف تعمل كحاجز و it captures the solid material هذا النوع on the other hand بنجد بأنه عبارة عن سطح خارجي لـ ceramic membrane مثلا وبنجد بأنه هذه النقاط المختلفة هي عبارة عن مسامات تمر عبرها الموائع ويحجز داخلها المواد الصليبة it can be in different forms as the shape that we can see it can be fibrous it can be solid هناك أشكال كثيرة جدا للممبران وبالتالي تطبيقاتها متعددة للغاية الشكل بيوضح hollow fiber membrane هي عبارة عن ألياف بترص بالشكل دي ده عبارة عن subsection لشريحة مأخوزة من هنا من هنا يدخل الفيد وانا تحصل من هنا على الناتج الزو التركيز العالي بينما الpermeade بيخرج من هنا بالنظر إلى تفاصيل الشكل تخيل لدي أمبوب بهذا الشكل يدخل الفيد من السطح الجدار الداخلي تخرج المنتجات as a final product تجمع وتخرج from one end بينما في الجانب الآخر لدينا الretentate أو الconcentrate وهو عبارة عن الناتج عملية الفلترة زو المواد الصليبة أيضا لدينا spiral wound ودي من الأنواع الشائعة للغاية هذا عبارة عن الشكل الرأسي ودي عبارة عن مقطع بعد فتح القطع الممبرين يكون لدينا sheets من spiral wound بيدخل الفيد بشكل رأسي بيدخل الفيد حقيقة من الخارج ثم يفلتر والناتج بيسحب من المنتصف أثناء السريان من الخارج إلى الداخل بيمر المائع وما يحتويه من شوائب بمجموعة من الممبرين والsupported material الموضوعة للمحافظة على بسبب صغر الثقنس للممبرين نجد بأنها دائما بتصاحبها supporting aid حتى إنها لا يحدث لها distortion وتشوه أثناء وضعها في الفيلتر هذا هو بصورة أوضح كما الشكل واضح هذا هو الفيد بيدخول من هنا بيعبر كل هذه الليرز كل هذه الليرز ثم يتجمع في الداخل ويسحب as a final product on any end حقيقة هذه الأجهزة يمكن أن تكون بأحجام كبيرة للغاية لدينا هنا multiple units وزيادة الوحدات بيحسن من الكفاءة ويضمن الاستمرارية في حالة توقف أحد هذه الأجهزة ceramic membranes أيضا لها حية استخدامات كثيرة جدا وبتوضع مجتمع بالشكل دي in a casing بتعبر المواد داخل كل قناة من هذه القنوات ثم تجمع وتسحب as a final ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر